مجموعة كبيرة كلية أداب وتعملي دبلومات أربوي سنتين بعد كده بمدرسة أنت ست هتبقى مواعيدك محكومة وتقدر تدي فلوس لو عايزة دروس بعد كده تعملي فلوس أول سؤال دخلت كلية الأداب اكتشفت أن في كلية الأداب في أقسام فلسفة وتاريخ واجتماع وإنجليزي وفرنسوي فبيبصوا على المجموعة اللي طالع من السنوية العامة ومن الهاي سكول الجريتز بتاعتي ما جابتش دخلني أي قسم غير التاريخ وأنا ما بحبش التاريخ بس كنت خلاص دخلت ومش هينفع بقى أرجع تاني وعيد تاني وضيع سنين تاني ما نفعش فدخلت تاريخ بس ما كنتش أعرف ليه أنا دخلت تاريخ أنا بحب التاريخ على فكرة ما كنتش أعرف لكن الله لي خطة سبق وأعدها زي ما الكلمة الرب بتعلم أكيد هو عامل خطة وعمل أعمال زي ما أفاسوس كده الرسالة بتقول أن الله قد سبق أعد أعمال صالحة لنا كي نسلك فيها الأعمال الصالحة دي مش بس أن أنا أروح أفرق ده وارد وده جميل بس الأعمال الصالحة دي بتبتدي من قبل كده من التأهيل ومن الإعداد وأتارينا في خطة الله الحكيمة جدا كان التاريخ ده ما هو إلا حتة في البصل عايز أقول بس أن أي صورة الله بيعملها بتبتدي زي ورق البازل كده بيحط حتة هنا وبيحط حتة هنا الأتنين لا يفعلون ليا لما بصّلهم لكن بالإيمان إذا أعتقد أنه في الآخر هو هيرتب كل الأوراق مع بعضها وبتطلع صورة جميلة جدا ففي الأول كان التاريخ وأنا مش فهمة دخلت سنة أولى درسنا تاريخ قديم فرعنا أو ما حصل وسنة تانية وفي سنة تالتة بدأت الأحداث يعني تتجمع كده زي مكون مية بتتجمع ودرستنا حاجة اسمها تاريخ وسيط وأجزاء من التاريخ الحديث تاريخ الوسيط بندرس معمار وبندرس اجتماع وفي المعمار بندرس منشآت حاجة كده جزء من المنشآت الدكتور اللي كان بيدرس المادة دي في الوقت ده كان المنشآة اللي خدها يدرسها لنا ويديها لنا كمثال يكنيسة اسمها كنيسة الايام أنا من القاهرة من شبرة فأعرف أن فيه كنايس كتير بس إيه كنيسة الايامة دي أنا معرف أعرفني أن كنيسة الايامة دي موجودة في قرشالين ده اللي أريناه في الكلام اللي مكتوب أنا كنت في انتساب موجه يعني بدفع فلوس عشان السنة الدراسية وبدفع فلوس عشان أشترك كتب الناس برضو عارفة الكلام ده ومش مستخبي أن مصطف ده الدراسة يعني أنت بتشترك كتاب وما بتذكرش أو بتنجح لكن الدكتور ده كان عنده ضمير ما كانش بيعمل كتاب أنا كنت بخاف منه فكنت بذاكر فالراجل كان بيدينا أسمي مراجع معينة نروح إلى مكتبة نصور والورق اللي نجيبه من المراجع نذكره المراجع مراجعة بدكاترة كتير قوي مسلمين وهو كان دكتور مسلم أنا ليه بقول كده عشان اللي هقوله قدام ده دكتور مسلم والمراجع معمولة ومتراجعة بدكاترة مسلمين فاتهتمي أنهما متكلمين على كنيسة بالشكل اللي هقوله ده إزاي القصة كانت بتقول كالآتي إن الكنيسة دي معمولة مش عارفة على التراز إيه ومصروف عليها قد إيه طبعاً الكلام ده من 15 سنة أو أكتر فأنا مش فاكرة التفاصيل لكن اللي لفت انتباهي الآتي إن القديسة هلانة عشان تعمل الكنيسة دي مختلفة عن أي شيء قالت أنا عايزة أحط فيها صليب الصلبوت برضو كلمة صليب الصلبوت إنها تكتب في ورق وفي ريبورت اللي مش مسدق يقدر يروح للمكتبة بتاعة جامعة عين شمس ويدور في كتب التاريخ ويلاقي الكلام اللي أنا بقوله ده أو دلوقتي الإنترنت سهل الكلام ده من 15 سنة كنا نروح مكتبات لكن دلوقتي الإنترنت سهل جداً أدخل على جوجل ويكتب كنيسة القيامة القديسة هلانة وكيف أبنتها وهتلاقي وهتقرأ المهم المفروض إن هي لأنها أم الإمبراتور لما يعرفش هلانة مين فعندها خدم فأخدت الخدم مكان ما حصل الصلب الصلب في مكان الجلجوسة كان في الوقت ده تحول لمقلب زبالة فخلتهم قلبوا فطلعت عدد كبير من الصلبان أمرتهم إنهم يجيبوا الكلام ده كله مش هنا اللي بحكيه الكلام ده كان مكتوب كنبزة في الكتاب بحسب التاريخ بحسب التاريخ مفروض إنها أمرتهم يجيبوا جسد ميت حديثاً لم يدفن وحطوه على الصليب الأول ما حصلوش حاجة الثاني ما حصلوش حاجة الثالث ترعش الرابع ما حصلوش حاجة رجعوه تاني على الثالث ترعش فقالت إنه هو ده صليب السلبان طب وإنت يعني قصة زي دي تقريها تأثر فيك وتخليك تسيب الدينك أنت مجنونة لا مش دي ما هنقول مش كده الفكرة إن أنا بعد ما سمعت الكلام ده وخلصت وانجحت في يوم من الأيام تاني أنا من شبرة واللي يعرف شبرة يعرف إن فيها مسيحيين كتيرين جداً أنا أصدقائي مسيحيين في يوم من الأيام كنت عند صاحبتي وبنتكلم وبتكلم على الناس زي نفسها تروح تزور الأراضي المقدسة فب shouted إيه هي الأراضي المقدسة إنت عايزة تحجي أو هيا قالت لي لأ ده الأراضي المقدسة يعني أروح وأشوف كنيسة الأيامة كلمة أشوف كنيسة الأيامة دي كليكت قلت لها إيه أي كنيسة الأيامة عشان أشوف إيه اللي هي وتقوله ده هل لي علاقة باللي أنا درست ولا لا فحكتلي حكتلي بالضبط اللي قريته في الكتب أنا ما قلت لهيش أنا درست حاجة بس وأنا نازلة من البيت بقيت أقول إيه طب اللي هي قالته هو نفس اللي أنا قريته ماذا هي لحسن يكونوا الناس المسيحيين دول بجد مش كذبين زي ما احنا كمسلمين في الوقت ده عارفين ان ما قتلهم ما صاله ولكن شبه لهم الناس دي كلها فلسو لو البنت دي بتقول حاجة صح يبقى في حاجات تانية صح ودي كانت تانية ورائة بازل في الصورة الكبيرة خلاص وعدت الايام على كده بس التساؤل جوية محيرني بس ما قدرش اطلع تساؤل لحسن يبقى في مشكلة ان انا اسأل حد كده يبقى انت في مشكلة مجرد التفكير اصلا في الاسلام غلط في ايه بتقول نسيت عندهم ما ينفعش حتى فكر في مستوى معين من التفكير لا تسألوا عن امور تبدأ لكم فتسيقكم اشكر الله ان كله راح